هل ترغب أن يوسع لك في رزقك؟ هل ترغب أن يطيل الله في عمرك ويبارك لك في وقتك؟ هل ترغب أن تكون محبوبا؟ هل ترغب أن تحصل على الأجر العظيم في الآخرة؟ أتوقع أن إجابتك هي نعم ولنحقق ذلك نقرأ الحديث الآتي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصر رحمه طيب ما المقصود بالحديث الذي ذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس بن مالك طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب يعني إذا أردت أن يبسط أو يبسط له في رزقه أي أن الله سبحانه وتعالى يبسط لك في رزقك ومعنى تيبسط أي يوسع لك في رزقك وينسأ له في أجله ومعناته يؤخر له أجله أي وفاته في الدنيا فليصل رحمه نبي صلى الله عليه وسلم يوصينا في هذا الحديث بصيلة الرحم ويحثنا على صيلة الرحم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الإنسان أن يوسع له في رزقه ويؤجل له في عمره في الدنيا فليصل رحمه طيب كيف أنا أصل رحمي عندي طرق كثيرة لصيلة الرحم لتحقيق صلة الرحم يا شباب نقترح عليك أن تسلك طريقتين الطريقة الأولى أن تسلك وسائل متعددة مع أقاربك للصلة وهي الهدية لهم تفقد أحوالهم إعالتهم زيارة مريضهم الشيء الثاني أن نبذل كل طريق يؤدي إلى التقاطع والتباغض معهم سواء أكان بالقول مثل سبهم لعنهم شتمهم رفع الصوت عليهم أو بالفعل مثل التكبر عليهم وعقوقهم أو ضربهم أو إيذاءهم نبتعد عن هذه النقطتين لتحقيق صلة الرحم لتحقيق صلة الرحم إذا نعيد الحديث من أحب أن يبسط أي وسع له في رزقه في الدنيا وينسأ له في أجله أي يؤخر له أجله في الدنيا أي وفاته فليصل رحمه فليصل رحمه وهنا يوصينا الرسول صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم وصلة الرحم قلنا لكم يا شباب لها طريقتين الزيارة والتفقد الأحوال والهدية وزيارة مريضهم وأن نبتعد عن كل طريق أدي إلى التقاطع أي لعنهم وسبهم وشتمهم التكبر عليهم ضربهم إيذاءهم نبتعد عن هذه الأشياء الحديث الثاني عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بجزاء قاطع الرحم والباغي في الآخرة فقالنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر ومعنات أجدر يعني أحق وأولى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا أي أن الله سبحانه وتعالى يعجل لك عقوبتك في الدنيا قبل الآخرة وفوق العقوبة التي في الدنيا يحتفظ الله لك بعذاب في الآخرة ومعنات ما يدخل له في الآخرة أي ماذا يا شباب أي ما يؤجله له في العقوبة في الآخرة يعني تتعدب في الدنيا وتتعدب في الآخرة إذا سويت إيش من البغي وقطيعة الرحم إيش معنات البغي البغي هي الظلم والخروج على الإمام الظلم والظلم ظلمات يا شباب يوم القيامة والخروج على الإمام وقطيعة الرحم هي أن يقطع الإنسان رحمه وعكس صلة الرحم وتكون قطيعة الرحم إما بالإيذاء أو عدم الزيارة أو عدم السلام عليهم ومن هذه الأشياء فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصلة الرحم ويوصينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بتقوية علاقتنا مع أقاربنا وزيادة محبتهم وألفتهم والقيام بصلتهم والأقرب منهم فالأقرب أيضا يا شباب ينبغي أن لا نقابل قطيعة الرحم وإساءتهم بالمثل يعني إذا قطعوني أرحامي والأرحام منهم يا شباب هنا صلة الرحم ماذا يقصد بصلة الرحم أي الأقارب من جهة الأب والأم فإذا هم قاموا بقطيعة الرحم هل أنا أقابلهم بمثل هذا الشيء أو لا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ينبغي أن لا نقابل قطيعتهم وإساءتهم بالمثل بل تصل من قطعك وتحسن لمن أساء عليك حتى الذي يسيء إليك لا تقابله بالسيئة بل قابله بالحسنة أيضا لا بدنا أن نحضر من قطيعة الرحم فإن عقوبة قاطع الرحم معجلة له في الدنيا مع ما ينتظره في الآخرة أيضا عندنا يا شباب آخر شيء آخر نقطة نأخذها عندنا ما أعده الله من الأجر في الدنيا وفي الآخرة لمن يصل الرحم ومن يقطع الرحم طيب ما أعده الله من الأجر في الدنيا أخذناه في الحديث في الدنيا توسيع في الرزق ويؤخر الله في أجله طيب أجر واصل الرحم في الآخرة ماذا يا شباب دخول الجنة طيب ما هو الوعيد لقاطع الرحم في الدنيا وفي الآخرة في الدنيا عكس الواصل ضيق الرزق في الدنيا وقلة البركة وفي الآخرة ما ينتظره في الآخرة من العذاب الذي أعده له الله سبحانه وتعالى أتمنى أني قد وصلت المعلومة إلى ذهن الطالب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر